السلام عليكم اخواتنا ان شاء الله الفيديو ده بالنسبة للموجه للناس اللي اشتركت في الكورس بتاع سيانة مكان تصوير مستندات اونلاي تمام انا اسف الكورس اتاخر معدو شوية بس والله يعني الدنيا كانت مشغولة معي كتير وكان موسم بالنسبة لنا وكان قسم السيانة عندنا يعني كان كان بالاعطال فيه كتير وكان يعني كنت محتاج ان انا ننزل بنفسي ان انا اتابع الاعطال والدنيا دي فاسف حقكو عليا للتاخير غير كده انا كنت بحاول قدر الامكان الاي انسب وسائل للتواصل الانلاين بحيث ان الهدف الاول مش ان احنا يبقى منظر عام للكورس ان ان احنا عاملين حاجة اسمها كورس والناس ما استفادتش لا ان قدر الامكان ان اللي يشترك في الكورس ان شاء الله مع نهاية الكورس يكون الدنيا تمام ويكون فهم اللي مطلوب يعني المعلومات اللي مطلوبة توصل للكورس اول حاجة احنا اتفقنا ان شاء الله ان الكورس رقم واحد بالنسبة لنا هيبقى الهدف منه ان الناس تخش مرحلة ان هي تفهم مكان تشويره مستنداته وتفهم مكوناته وتفهم نظرياته وتفهم ازاي ان هي تتعامل مع الاعطال بتاعته وازاي يعني ايه اعطال كودية واعطال البرامج بتاعت المكان وكلام ده كله فيعني بفضل الله عملت منهج كويس جدا يعني تمام قابل للتطوير في الايام اللي جاية بس المنظر الايام اللي موجود بالمنهج دلوقتي يعني ان شاء الله ممتاز هيبقى بالنسبة لنا كمرجعية واحنا بنشرح ان معلوماتنا تبقى مترتبة ان الناس تقدر ترجع منه وتاخد معلومات منه بس ان شاء الله الاعتماد الاول على ربنا سبحانه وتعالى ثم على الشرح اللي هيبقى موجود في الفيديوهات فيديو ورا فيديو هناخد جزء جزء من المنهج هنشرح الجزء ده ومش هنتخطى الجزء اللي احنا شرحناه غير لما يكون الناس كلها بالكامل فهمة الجزء ده لان هو المنهج معمول متركب على بعضه غير لما تفهم الجزء الاولانية فنركز في النقطة دي ان احنا محدش يعني مش ان شاء الله انا بالنسبة لي مش هتخطى اي جزئية من المنهج غير لما الناس كل الناس اللي معنا في الكورس تأكد لي ان هي فهمت بالنسبة للناس اللي هتفهم وهيحصل مثلا اعادة للناس ما فهمتش ده هيبقى مصلحة للجميع لان يعني اي علامة استفهام بالنسبة لأي وحد ما فهمش نقطة معينة في الجزئية اللي تشرحت ده شيء مفيد حتى يعني لو خيالك ظن لك انك انت فهمت ممكن تلاقي من الشرح تاني حاجات تانية انت مكنتش مستوعبة وحاجات مكنتش مستوعبة ان هي يعني كان خيالك مهيئة لكنك انت فهمتها وتقدر تفهم منها معلومة تانية وتالتة تمام فالناس كلنا نبقى صابورين مع بعضنا تمام في عملية لو في اعادة لأي حد مش فهم نركز مع بعض والمنظر العام بتاع الكورسي هيبقى شكله كالتالي وده لقيته ان هو انسب منظر مبدئيا هنمشي بيه المنهج هو الكورس هيدور ان شاء الله على جروب علفيس اسمه واحترف صيانة مكينات تصوير مستندات مهندس رامي تمام مهندس رامي حدد الجروب ده سري يعني لو بحثت عنه مش هتلاقي هو اللي هيتم ان شاء الله اللي اشترك في الكورس هنتواصل مع النهاردة وبكرة في خدمة العمله هناخد الاكاونت بتاعه من علفيس وحنضمه للجروب بتاعنا تمام كل جزئية اللي هخش على الجروب هيلقي المنهج انا همنزله اول بوست موجود معانا او تاني بوست موجود معانا على الجروب ده يقدر يعني داونلود للمنهج ويتصفحه ويشوفه بوجه عام كده انت فاهم شيء طبيعي انك انت مش هتقدر تفهم كل حاجة قدامك في الكتاب هو الموضوع موجود كتاب عشان خطر لما يتشرح ناخد جزئية نشرحها يبقى قابل انك انت بترجع الفيديو بترجع على المنهج ويبقى الكلام يبقى فيه وسيلة انك انت ترتب الكلام في الدمري تمام قمنا قولنا ايه قلنا ايه قلنا ايه ان شاء الله اللي هيمشي بالمنظر التالي انت هتنزل المنهج الناس اللي اشتركت معنا في الكورس هتنزل المنهج ده تمام وهنبتدي كل يوم في فيديو بجزئية معينة هنقسم طبعا اول فيديو هيبقى بالنسبة لها هنزله اللي هو هتكلم على المنهج اللي انتو نزلتو اللي انتو هتعملوه داونلودو ان شاء الله وهنتكلم على الجزئيات اللي هنشرحها جزئية جزئية تمام وهيبقى في فيديو لكل جزئية هينزل الفيديو تمام بشرح الجزئية دي 搞 انا هبقى موجود في الفيديو وهيبقى فيه لو في شرح عملي موجود هيبقى موجود لو في شرح اي جزء امن على السرفز او من المنهج هيبقى موجود معنا في الفيديو تمام والناس هتتفرج على الفيديو تمام وبعد كده هنعمل بعدي فيديو لايف تمام اللي هيبقى بس مباشر هيبقى كلنا موبيدين كلنا هنبقى تفرجنا على الفيديو اللي نزل وكلنا هنجتمع مع بعض في الفيديو المباشر هنتكلم في الفيديو اللي احنا شفناه اللي مش فهم حاجة هنفهمه هنعيد تاني مع بعضينا هتأكد من الناس وصلت لها المعلومة لو في اي معلومة الشرح بتاعها ما كانش وافي ان هو الناس يعني اي يعني سواء الناس كلها اجوزوا معايا من الناس ما وصل لهمش الشرح بالكامل نعيد شرح من اول وجديد مع بعضينا تمام وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبقى الدنيا مجدية الكرس دا والمنهج دا يعتبر اخر تطويره للمنهج اللي انا عملته الفرجانات اللي قبل كده المنهج الناس كانت بتجيلي تاخدوا هنا عمل معايا ما شاء الله كانوا مبسطين جدا وكان سالس جدا وسهل جدا بس هي قصة ان احنا هنستحمل بعضينا في قصة الاونلاين دي في اول مرتين تمام واي حد عنده ملحوظة في تطوير انا ما عنديش مشاكل في الاسلوب بتاعنا تمام بحيث ان احنا نقدر الهدف الرئيسي زي ما قلنا ان احنا نفهم مش ان احنا معلومة بتعدي قدامنا واللي فيهم فهم واللي ما فهمش ما فهمش لا احنا مش هنعدي اي مرحلة غير لما ان شاء الله كل المشتركين معنا يكون فهم المرحلة دي عشان يبقى مؤهل للمرحلة اللي بعد منها ان هو يفهمها تمام فنصبر مع بعضينا نركز ان شاء الله هتلاول عملية سهلة وبسيطة وان شاء الله هتبقى الدنيا كويسة معنا وزي ما انا قلت كده ده يعتبر اول كورس اونلاين هيحصل تمام وطبعا انا من ناحيتي قدر الامكان عملت امتيازات للناس اللي هتاخدوا الكورسي ده اول مرة لان زي ما هتستفيد بال конце اللي جاي وان شاء الله هتحسوا كتير ان هي معلومات قيمة انا بالنسبة لي هستفيد ان انا هاخد اول تجربة بالنسبة لي ان انا اعرف ان يكون ده اونلاين واعرف اوصل المعلومة للناس واعرف ان شاء الله اوصل لهدفي ان انا زي ما البناء عدم بيبقى قدامي وبقدر اوصل له المعلومة ان ان كنتوا تبقوا الناس تبقى بعيدة عني لان في ناس من الدول العربية وفي ناس في المحافظات كتير عايزين للموضوع ده فانا بالنسبالي يعني الاستفادة اللي انا هستفادها ان انا هعرف قدائل انسب وسائل ان انا اوصل المعلومات فانا والله يعني قدر الامكان يعني عامله بسعر رمزي جدا بحسن تفاهم انا عارف ان انا مستفيد منك وزي ما انتم مستفيدين مني فانا يعني نستحمله بعضين ماشي يعني واشوفو الشكو على خير ان شاء الله وان شاء الله يعني ان شاء الله انا هتواصل مع الناس اللي سايدين اركم تلفوناتها النهاردة بامر الله وخدمة العملة ممكن يعني انا لو ملاحيتش تواصل نهاردة معاكم خدمة العملة هتتواصل معاكم وهتاخد منكم ان شاء الله الحسابات بتاعة الفيس عشان نضموك عالجروب وان شاء الله اللي يتضم عالجروب ينزل منهج ويبطي يتفرج عليه تمام شوفو الشكو على خير يعليش انا اسف اللاك الكتير ده سلام عليكم اشتركوا في القناة